تعودت دائماً أن نبدأ بحزمة الفرح لأنه احنا قلنا فرح الآن صارت حزمة فرح يلا طبعاً أمر ملكي بتحويل مستشفى ملك فيصل التخصصي لمؤسسة مستقلة غير هادف للربح ترى هذه فكرة الناس يعتقدون بسيطة الآن أنت لمن تحطها مؤسسة بهذا الشكل ترتاح من عب كبير وترتاح من الوساطات وتسير أمورها مجدولة أسبح ما تكون بمستشفى للخدمة الإنسانية التطوعية اختيار الدرعية عاصمة للثقافة العربية أيضاً تعرف الدرعية أن تتكلم عن رمز انطلاقة البلد انطلاقة السعودية بناء هذا المجد العظيم بدأ من مدينة صغيرة الآن هي عاصمة للثقافة أيضاً العدد الإجمالي لحضور ميدل بيست 722 ألف هذا رقم يعتبر عالمي على مستوى العالم نجاح أكيد أنه النجاح اللي حققوا الحقيقة أنا كنت في مصر الناس تسألني كلهم عن كيف نجحتوا بهذا الفعالية وقبلها مهرجان البحر الأحمر السنمائي ولي العهد يطلق المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة باستثمار يصل إلى 75 مليار ريال طبعاً تعرف إحنا أياماً تكلمنا عن جدة التاريخية والحمد لله أخذت مسارها والآن نتكلم عن الداون تاون في جدة وخذر ولو لاحظت يا أبو يحيى ما شاء الله الدولة كل شهر تطلق مبادرة مرة قيم وشمم في أبها ومر هنا ومر هنا ومر هنا يعني توزيع الخيرات على المناطق كلها وزارة الموارد البشرية تعلن عن وصول السعودين والسعودية في العمل في القطاع الخاص في حدود مليونين شخص مليون تسعمائة ألف احنا نقول مليونين خلينا نكون كرما معهم صدور الموافقة السامية على إنشاء مركز سارة ستيري لدراسة المرأة وقضايا المرأة في جامعة الأميرة النورة أيضا من الأخبار الحصرية أمس كنت ونمثل روتانا في زيارة الربح سقر وطمنيت عليه والحمد لله تشافى تماما من العمليتين للإجراها أخيرا الصحفي المتعلق أتمنى أن الأخوان في السوشال ميديا يحطوا منشل عبدالله برقاوي أعلن قبل قليل خبر لطالما أنا وانت نبحث عنه وهو قريبا سيبدأ توطين قطاع الإعلام هذا الخبر خرج مني أهلا أمس في الاتصال مع وكيل التوطين يا سلام الإعلام الاستشارات الترفيه إيه والله الترفيه وأيضا لما نقول الإعلام أنا أركز على الإعلان تذكر قضية أن الإعلان مختطف في السعودية أنا لم أجد شفت في حياتي من دوب إعلانات سعودي وعلى كثر علاقاتي فحنا طرحنا القضية من تسعة سنين وحنا نقول يا جماعة هذا الموجال توطين وهو أصلا لائق للسعودين بحكم علاقاتهم بحكم معرفتهم هذه حزبة فراحنا بشكل ميسر وسريع ولدينا كثير لكن نكتفي بهذا القدر من الفرح مع أن الفرح لا يشبع منه جميل